السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً بكم متابعيني جميعاً على قناة InfoTechForYou معكم ماروة سليمان وفيديو جديد فيديو إن شاء الله يكون مفيد على قناتنا وبنستمر مع بعض في التعرف على المزيد من الأوامر من مكتبة الأوامر الخاصة بكلود اتكلمت في الفيديو السابق عن إزاي نعمل تلخيص للتقارير ونستعجت ديتا أيضاً من خلال التقارير أو من خلال أي document عندك مش شرط يكون تقارير واتكلمت عن الموضوع ده بالتفصيل والنهاردة إن شاء الله حنتكلم عن أمر جديد تعالوا نشوف الأمر الجديد الجايين نتكلم عنه النهاردة كل اللي علينا أن نحنا نروح لمكتبة الأوامر من كلاد ونشوف الأمر التاني والتطبيق العملي الخاص به يلا بينا نروح للPromit Library من كلاد وحطي لك الرابط الخاص به في التعليق المثبت أسفل الفيديو إن شاء الله عشان اللي يحب يروح ويتطلع على الPromit ويتطلع على المزيد من الأوامر النهاردة هنتكلم عن إيه؟ النهاردة هنتكلم عن Second Grade Simplifier والSecond Grade Simplifier make complex text easy for young learners to understand يعني الحاجات المعقدة من النصوص بيخليها easy للمتعلمين الصغار بتحصل كتير جدا خصوصا للأباء أو المعلمين أو لو أنت بتفهم حد حاجة هو بيبقى محتاج أن هو يفهمها بشكل مبسط خصوصا لما تكون معلومة أنت من وجه النظرك إنها معقدة شوية ومش قادر أن أنت توصلها بشكل بسيط للمتلقين في الحالة دي أنت ممكن تستخدم من هذه الأوامر علشان يبسط لك المعلومة حنشوف الموضوع ده حنعمله إزاي بشكل عملي أولاً أنا حروح لSecond Grade Simplifier عشان أشوف أعطيني example شكل عامل إزاي وحجيب أنا example من عندي ونجرب هنا بيقولك إيه؟ بيقولك بالنسبة للأمر اللي هو Second Grade Simplifier بيقولك هنا التاسك to take the text provided أنا بقوله أو بكتبله الأمر ده بقوله your task is to take the text provided and rewrite it in a way that is easy for young learners in grades 3 to 5 بقوله خد التاسك ده وأعيد كتابته مرة أخرى أو أعيد كتابته مرة تانية للyoung learners in grades 3 to 5 هل ممكن أنا أخلي الغريت 2؟ ممكن أخلي الغريت 4؟ ممكن أخلي الغريت زي ما أنت عايز وممكن حتى أن أنت مش لازم لي young learners ممكن تخليه لطلبة في الجامعة college learners أنت بتتحكم في النقطة دي simplify advanced vocabulary هنا بسط لي vocabulary أو الكلمات الموجودة break down long sentences يعني بسط sentences الجمل الطويلة خليها كده في جمل بسيطة explain difficult concepts المفاهيم الصعبة حطها in plain language لغة سهلة وبسيطة and present the information in a clear engaging way بطريقة المعلومات طريقة واضحة الناس تتفاعل معيها the short rewritten text should convey the core ideas of the original text in an age appropriate manner يعني rewritten text التكست أو النص اللي انت قعت كتبته يكون فيه المحور الأفكار الأساسية والمحور الأساسية الموجودة في التكست الرئيسي طيب هنا هو أعطيني example معين وده التكست اللي المفروض ان هو يعمله rewrite أنا حيخد بقاش حاجة تانية أو example تاني والexamble التاني هيكون مثلا على سبيل المثال عن cell cycle أو دورة حياة الخلية دورة حياة الخلية دي هنا في definition وفي هنا narration برضو كلام كده مكتوب تحت أنا حاخده وأستخدمه علشان يبسطه لي هذا الأمر وهبتدي أروح هنا لكلاث ده هقول له start chat واروح أعمل paste ده ال pasted content بتاعي عايز تحطه for the document وتعمله attachment برحتك تماما هنا هبتدي أستخدم your task is to ask جزء ده كده copy وحارجع لكلاث بالمنظر ده وحارجع هنا حطه قبل التكست بتاعي وحط نقطتين كده فوق بعض وحبتدي إن أنا أقول له خد التكست ده وقدمه لي بالشكل ده وقادي التكست أهو بالشكل ده وحبتدي إن أنا أدوس enter برحتك عايز تاخده copy و paste عايز تحطه على word document وترفعه دي حاجة رجعي لك هنا هو حيبتدي يديني simplified version من التكست فابتدى إنه هو يشرح لي بما يتناسب مع عمر الليرنرز اللي هم من 3 إلى 5 الgrade بتاعته مش سن الgrade 3 2 5 من المفترض إنه بيكون عنده أعتقد يعني من 9 سنين ل11 سنة أعتقد أو 12 سنة هنا sales are the building blocks of all living things just like you grow and change sales also go through process كل دي كذا وابتدى إنه هو يشرحولي بما يتناسب مع الفئة العمرية ممكن أقوله translate the previous text in Arabic أو into Arabic عشان يدهو لي باللغة العربية لو أنا عايزة أشرحه باللغة العربية هنا تعتبر الخلايا هي اللبنات الأساسية لجميع الكائنات الحية كما أنها تنمو وتتغير وتمر الخلايا بعملية تسمى دورة الخلية وهي سلسلة من الخطوات وابتدى إنه هو يقسمي هذه الخطوات ده لو حبي أنت تترجمها باللغة العربية تتعمل مع أطفال بيدرسوا باللغة الإنجليزية حيكون ده باللغة الإنجليزية وهكذا يبقى إذن هنا دي طريقة حلوة جدا علشان تعمل ري رايت لأي تيكست علشان تسهله أو تبسطه بما يتناسب مع فئة عمرية معينة فبعض الأحيان بيكون أيضا في أكاديميك بيبر بتبقى تقيلة شوية وإنت عايز تبسطها للكالج جريد يعني مش شرط إنه انت بس اللي هو جريد سي 3 to 5 ممكن كمان الكالج تقدر إنك إنت كمان تبسطها لهم بما يتناسب يعني بما يتناسب برضو مع سنهم فنقدر نعمل الموضوع ده باستخدام الطريقة دي في الشرح وطبعا تقدر إنك تكتب أي حاجة زودة على التكست لو جت على بالك تقدر إنك إنت تعملها على فكرة إنت ممكن تقوله لو حاجة بسيطة ممكن إنت تقوله ري رايت إن بروفشنال لانجوش وي فور أدلت ليرنرز يعني مش بس فور يونج ليرنرز ممكن هو كمان يتستخدمه بطريقة تانية بدل ما يبقى سيمبليفاي تخلي الموضوع أكاديميك مثلا فور إكزامبل لو أنت حابب ده بالنسبة لي طريقة لعمل ري رايت لليرنرز الصغيرين وتقدر إنك تطبق الموضوع بالعكس بقى على البروفشنال ليرنرز وتعمل ري رايت إن أوي ده أكاديميك ستاف مثلا وهنا مش هقوله سيمبليفاي بقى هقوله إكسي بلين الكونسبت إن بروفشنال لانجوش مثلا على سبيل المثال ده بالنسبة للأمر بتاع النهاردة أتمنى تكونوا استفدتم من فيديو صغير ده وفيديو مفيد من وجهة نظري بيفيد الناس الكتير أو يبقى عايزة تفسر للأطفال الحاجات المعقدة شوية أشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة InfoTech for You زي ما بقول لكم في نهاية كل فيديو بتنسوش تعملوا سابسكرايب لقناة وتفعلوا الجرس لو كنتم بتشوفونا الأول مرة ولو كنتم من متابعين الأعزاء بتنساشوا لايك والشير والكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر